اشتركوا في القناة وحركات موجود برضو في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الثلاثاء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10 و14 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء بعدها بده ينتقل لقلب العقرب أو منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة وبما أن القمر موجود في برج العقرب معناته في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأ الضغط عاطفي محبط في هاي الفترة بإمكاننا الاهتمام بأمور إلها علاقة بالتأمين أو شركات التأمين أو عقود التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة مثلاً أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة اليوم في عنا زاويتين رح يتشكلوا والزاويتين رح يكونوا مع عطارد الزاوية الأولى زاوية إيجابية هي زاوية تثليث ما بين عطارد وبين المريخ وهذه تأثيرات سريعة بما أن عطارد الآن بحركة سريعة والمريخ بحركة تقريباً شبه ثبات فعشان هيك تأثيراتها من يوم ستة وعشرين عشرة وحتى ثمانية وعشرين عشرة ذروتها يوم سبعة وعشرين عشرة في تمام الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو وبرضو تأثيراتها من اليوم ستة وعشرين عشرة وبتستمر لغاية سبعة وعشرين عشرة يعني يومين بالضبط هي ذروتها طبعاً الذروة تبعتها يوم سبعة وعشرين عشرة ساعة وحدة وثمان دقائق ظهراً بتوقيت جرينتش هذه الزاوية خلال اليومين هدولا بتدفعنا للكآبة ونوع من أنواع الهم الشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا بتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا بسبب تسرعنا بالكلام أو عصبيتنا اللي عندهم مشاكل إلها علاقة بشريين القلب هدولا أكثر ناس بدهم ينتبهوا لأنه هاي الفترة بتزيد فيها أزمات قلبية بسبب العصبية وبرضو إلها علاقة بالحوادث عن طريق النيران بدكوا تنتبهوا من أي إشي إلها علاقة بالنيران هاي زاوية تأثيراتها كدولياً في هاي الفترة بتزيد الحوادث اللي بتتعلق بالاتصالات والمواصلات يعني حوادث السير والحركة مشاكل إلها علاقة برضو بالصحافة والإعلام بتأثر جيولوجياً على أمور إلها علاقة بالزلازل والبراكين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية وهي طبعاً مستمرة لغاية خمسة إحدى عش يعني بتتخلي في عنا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تربيع سلبي منفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 نصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناقة على الحريات العامة بالنسبة للزوايا اللي مع القمر طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا الزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية ما بين القمر وما بين أورانوس وهي راح تكون دروتها الساعة وحدة وثلاث وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش أو بعد الظهر طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا دروتها الساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء من واجه مصاحب عرقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا دروتها ساعة 11 أو ثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح اليوم التالي اللي هو يوم الخميس هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدس وعليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم بضل أن الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض البرستاتة عظم العانا والجينات هدولة اللي ما لازم نقترب طبعا هو إحنا ما زلنا بتأثير الخصوف فعشان هيك أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية كمان هذا اليوم احتياطا ولكن إذا كانت اضطرارية ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها الآن بالنسبة لعمليات التجميل والحقن ما بنصح فيها برضو بهذا اليوم احتياطا برضو يعني ممكن من يوم الخميس أو يفضل بداية الأسبوع بكون أفضل هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يعني يصلح للأمور اللي إلها علاقة بقص الشعر العادي ولكن الصبغ والحنة والأمور هاي ما بنصح فيها نهائيا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب قلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس ببدأ يعني الساعة 24 و 27 دقيقة صباحا بتوقيت جريناتش وبيستمر لغاية الساعة 10 و 54 دقيقة صباحا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر فالقمر الجديد عمره يوم في تمام الساعة 4 و 19 دقيقة صباحا بصير عمره يومين نسبة الإضاءة بتصير حدود ما بين ثلاثة في المئة لخمسة في المئة أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 100% القمر في العقرب حتى يوم 27-10 سعيد الآن بنسبة 30% بعد منتصف الليل الثلاثاء على الأربعاء بصير سعيد بنسبة 10% ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 15% في ساعات المساء برجع سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 29-10 سعيد بنسبة 100% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 45% الآن ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% المريق في الجوزاء حتى يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 بعد مدير جعل الحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتم في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتظل في فرصة اليوم لمكسب مالي بيجي أغلبه من مصدر إلو علاقة بشراكة أو تعويض أو من زوج زوجي أو أموال شركاء بالعمل صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة لرعاية حاولوا انكوا تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حارصين على تلطيف الأجواء استشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع طبعا الاهتمام كله راح يكون على المسائل اللي إلها علاقة بالأموال فوتير سداد دفعات أشياء من هذا القبيل برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بظل تفكيركم من صبح حول تدعيم شراكاتكم فعشان هيك بتكوا تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم وحاولوا إنكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الضغط أو الشعور بالحزن أو الظلم أو القهر أهم شيء إنك ما تيأس ودك تكون صبور لأن الفترة هاي مش فترة إنك أنت تطلع من هاي الأجواء بسهولة يحاول إنك تضبط عصابك وتكون بالأمور بشكل روتيني أهم شيء إنك تعزش شراكاتك بدون مشاكل برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر وحاولوا إنكم ما تسمحوا لأي شخص بإنه يشكك بقدراتكم اليوم بإمكانك إنك تناقش وتستفسر عن التفاصيل حاول إنك تستشير الخبراء أهم شيء إنك ما تتشبث برأيك استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية حاول إنك ما تتسرع في قراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو معاملة يعني بمعنى آخر كل إنشغالك اليوم له علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان بتجتازوا اليوم بصورة يعني صورة إيجابية بتبعث لكم على البهجة والإنشراح يعني يوم إيجابي وما بيتخلى الحظ في بعض ضد الأوقات عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن تنجحوا في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم مواضح بإمكانك اليوم أنك تخصص وقت لعائلتك وإنت اليوم بحاجة لكل الطاقة والدعم أنت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسالك ولتواصل مع المحيط ولكن دون عصبية ودون فرض الرأي على الأحبة برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد اليوم بتنهمكم في إدخال تعديل على مسكنكم أو ظروف عائلية أو إشيء له علاقة بالمجتمع الداخلي منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم يميلوا للتواصل مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم وممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة يعني الفترة هي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تضطر من خلالها إلى الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء إنك ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتنشطه في أمور العلانقة بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية الصحيحة الحكمة الموضوعية حاول إنك تتكلم اليوم وتعبر عن عواطفك وتوضح أفكارك ومنكم أشخاص اليوم ممكن يطلق حملة لترويج أو لدعم معين أو يسمع خبر ما أهم شيء تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات وخصوصاً بالشوارع ما بين المدن برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتظل متاحة للحصول على مال بيكون على أغلبه من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات ممكن اليوم يعني تشعر بنوع من أنواع هيك الطاقة الإيجابية أو الدعم لبعض المسائل أهم شيء إنك تتفائل بالخير وتنطلق حاول إنك تسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء حسن علاقاتك الفترة هاي بتحمل إنشغالات على الصعيد المالي أهم شيء إنك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب اليوم أنتوا عندكم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم كتباتوا لخطوة جديدة من شأنها نهى الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بتدور الأحداث عندكم بسرعة كبيرة وبرضو هذا الإشي بعطيك دفعة لأنه اليوم رح يكون في عندك حيوية عالية ممكن تتلقى جواب بتنتظره بتفرح لخبر أو لإنجاز أو لمعاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك وتعتبر هاي فترة إيجابية جداً وبداية مرحلة جديدة جداً برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعاً اليوم بتجتازه بصورة عامة يوم ما غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب فهو غير مريح لا صحياً ولا نفسياً رغم عدم موجود أي مخاطر إلا إنه اليوم انجزوا الأعمال بشكل روتيني يعني بس اللي بتقدروا إنكوا تنجزوا من عمل ضروري وحاولوا إنكوا تخلدوا للراحة حاذروا من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوط بهاي الفترة بتكون قليلة أهم مش إنك ما تجازف ما فيه نوع من أنواع التأخير والفوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم اليوم تقيق أمنية بمساعدة صديق أهم شي إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب اليوم بتفرح بوجود أحد الأصحاب أو ممكن اترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر إلى أجواء إيجابية ودعمة على المستوى الاجتماعي فعشان هيك حاول إنك تستغلها تتقرب من علاقاتك أصدقائك لأنه من خلالهم بيجي النجاح برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونيل رضى المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال وحاول إنك تكون هادئ طبعا هاي الفترة بتشكل نوع من أنواع التحدي بسبب الكسوف الكسوف اللي ما زال قائم في لحظات معينة في نوع من أنواع الغضب عندك أو العدائية فعشان هيك بتتحاذر من الخلافات اليوم ما في داعي لا للمجازفات ولا للمغامرات في بعضكم ممكن يحصل على تكريم أو فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا الفترة هاي ممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو من علاقتكم بالأجانب أو من أشخاص خارج البلاد الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والسفاريات والحوارات وممكن اليوم تشعر بقوة العاطفة مع أحبائك ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابله بتسافر في رحلة أو بتفرح لإنفراج وتسوي مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط يعني الأجواء جيدة وداعمة ولكن إذا كان في عندك سفر أو عندك تنقلات احذر أثناء تنقلاتك وأيضا إذا عندك سفر اتفقد أمتعتك بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر